بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاطة من نبينا والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى من تبعه ومن ولاه بإحسان اليوم الدين أما بعد اتكلمنا في الفيديوين اللي فاتوا على الثرومباي ونقود دلوقتي إن شاء الله نكمل بالإمبوليزم وأسهل بكتير بإذن الله من الثرومباي طيب بداية يعني ايه كلمة إمبوليزم؟ عملية حشر of an impuls فنضطر نعرف يعني ايه كلمة إمبوليز لوحدها إمبوليز يعني اي حاجة بالبلغة دي كده اي حاجة ممكن تبقى تقف في الدم وما تدوبش فيه نقدر نسميها إمبوليز طب لو علميا هي اي حاجة زي ما بنقوله المهم ان هي ايه لمسافات بعيدة عن الأورجين اللي هي جاي منه ماشي الكلام؟ نرجع بقى للإمبوليزم كتعريف يعني ايه؟ عملية impaction of an impuls بحشر الإمبوليز in a vessel wall very small بحيث ما يمنعش ايه؟ further passage بالنسبة للإمبوليز دي يعني ايه الكلام ده؟ يعني الإمبوليز دي زي ما اتفقنا هي ماشية مع الدم فضلة ماشية 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 اشمعنا الفيسل ده اللي وقفت فيه يعني لأنه هو الفيسل ده صغير جداً فهي دخلت فيه معرفتش تطلع اتحشرت جواه خلاص فسدته فسدته ماشي الكلام طيب نتكلم على أنواع الإمبوليز أو الإمبولاي هم اكتشالي ستة أنواع ولكن بنتكلم تقريباً في 99% من الإمبولاي في النوع ده يعني جاية من حتة منها تقطعت راح تجاية لي هو ده النوع الإيه الطاغي طيب فيه برضو مفات وامنيوتك وبتاع وفيه تيومر ممكن وفيه ميسسلنس وكلمة ميسسلنس يعني مو تنوع مختلف بأي غرض فممكن تكون بسبب مثلاً واحد خد له طالق في رجله دي تعتبر إمبوليزم بالنسبالي ها واحد ايه فيه حرير او فيه غزلة خيوط دخل الجسمه يعتبر إمبوليزم خلاص واحد تاني عنده بارازيتك ايه بارازيتك ديزيز مثلاً عنده دود في جسمه او عنده ووردز او عنده أوفا او عنده اي حاجة بتعرف تسد الدم وما بتدوبش فيه بنقول عليه إمبوليز ما فيش اي مشكلة خلاص يحنا كده تكلمنا على نخش بقاً بالتفصيل شوية على النوع بتاع اتفقنا ان هو بيشكل 99% من الإمبولاي بأكد عليك ان هو قد يكون لو جاي من نظيفة سوري جاي من من ملوسة او لو جاي من معفنة إذن ايضاً المصطلح اللي في الكتاب او الجملة اللي في الكتاب اللي بتقولك ان كلمة إمبولاس لو ما خصصناهاش هتبقى بقصد بها ثرومبو إمبوليزم يعني ايه يعني انا لما قولك كلمة إمبولاس خلاص من غير إير ولا فوات ولا إمنيوتك وبتاع قلتلك إمبولاس بس يبقى كأني بقصد الإمبولاس اللي من النوع ده لأنها بتشكل 99% خلاص طيب الإمبولاي دي ممكن تكون فين في البالمونري السيركوليزم ونسموها بالمونري إمبوليزم وممكن تقف أو تتحشر في حاجة أرتريو اللي بتاع فتبقى في السيستيمي سيركوليزم تمام تعال نتفرج على الاتنين البالمونري أو طبعاً الفينوس نسموها بالمونري إمبوليزم أو فينس إمبوليزم عايز أقولكم أن الموضوع يعني حتة البالمونري إمبوليزم دي يعني هي تقريباً لا شيء عندنا في الكتاب لأن فيها قصص ومواويل كبيرة جداً جداً عن الموضوع اللي إحنا بناخده إحنا علينا بقين كده حمضانين ناخدهم طيب إيه البقين أول حاجة أنت عندك بيقولك هي 95% منهم من البالمونري إمبوليزم بتبقى جاية من ديب ذين ثرومبوز فاكروا فاكروا ولا لا اللي هو الفليبو ثرومبوز كنا قلنا اسمها فليبو ثرومبوز صح ديب ثرومبوز صح ريد ثرومبوز صح كل دي أسماء فهي غالباً الإمبولاي اللي بتبقى بالمونري إمبوليزم بنسبة 95% جاية من الحتة دي من وفيه 5% بقى ممكن تجي لك من أي حتة تمام الإفكت بتاعها إمبولاي دي أقول إن هي قوية ولا ضعيفة مميتة ولا لأ بناء على إيه بناء على حجم الإمبولاي دي وحالة الرئة يعني حالة الرئة برضو بتلعب دور مهم في الحكاية دي تعال نتفرق كده الحجم إزاي المسألة دي ممكن تأثر في الموضوع إذا كانت large إمبولاس إمبولاساية كبيرة كده جميلة ها راح الجاية أفلالك البالمونري ترانك تماماً أو حتى one of its main branches راية بالمونري أرتري أو ليفت بالمونري أرتري أفلتهم أفلتهم يعني إيه يعني يعني بص بقى وصح صح كده لأن الحتة دي فيها شوية كده يعني إيه سوق تفاهم ما بيننا لازم نصخحه واجب علينا أن نحن نصخحه دلوقتي فلذلك صح صح بس معايا ديئتين دقول ونام بعد كده برحتك إيه عم عايز تقولين أولاً شيل من دماغك فكرة أن البالمونري ترانك اللي بيروح للرئة هو ده اللي بيديها الأكسوجين والنيوتريانس والسبلاي لأ شيل الفكرة دي ورميها في الزبال البتاع ده أو البالمونري ترانك بس وظيفته يروح للرئة يأمل بلود جاز اكس اتشينج يعني يديها شوية كربون ديوكسايد وياخد منها أكسوجين ويرجع للهارت في صورة ويدخ الدم الأكسوجين أما الرئة اللي بيروح لها بلود سابلاي اسمه برونكيا ده اللي بيتغزي الرئة رأيته دول البلود سابلاي بتوع الرئة نفسها حلو الكلام يا عم جميل يبقى الفكرة دي لازم تترسخ في زهنك خلاص نيجي بقى الكلام دلوقتي بتقفل البالمونري ترانك فتعمل صدن ديس طب ليه جات منين صدن ديس يا عم قالك صدن ديس لاني مفيش بلود اكسوجينيت هيرجع كده للليفت فنتريكل انت قفلت السكة مش هيحصل جاز اكسيتشينج وبالتالي مش هيحصل الليفت فنتريكل يجيله اكسوجينيت بلود فالجسم كله مفيش اكسوجينيت بلود فالبرين هيزعل منك او الحقيقة وفي اربع دقايق هيخصمك ويموت خلاص وطبعا بيموت البرين في اربع خمس دقايق قبل ما اي حاجة تانية تلحق تموت وبالتالي الشخص الميت ده الجسة دي لو جينا خدنا الرئة بتاعتها وعملنا فيها اوتوبيسي او بايوبسي او جينا فحصناها نلاقيها ايه ما فيهاش انفاركش الله ازاي الكلام ده اصل البرين مات قبل ما الرئة تموت وقبل ما اي حاجة تانية في الجسم تموت خلاص ده اللارجي امبولس تعالى لي بقى في حاجة في منتهى الجمال هي في الكتاب جملتين كده تلاتة ممكن تقول عليها ايه عبيضة لكن دي موال وقصة سودة لكن هنتكلم فيها بسرعة ان شاء الله هناليش حاجة سودة غير ما فيش حاجة سودة طيب بتعمل ايه قالك يعني خلينا نتكلم في الصورة بقى شوية ادي كده نتكلم على اللارجي امبولس بص واقفة فين سدتلك مثلا البالموناري ارتري اللي هنا ده كله كله الرئة ملاقاش دعوة الفكرة كلها في اللي هيرجع للليفت فنتريكا ما بقاش اوكسيجيني مش عارفين نعمله اوكسيجينيشن في الرئة خلاص فبالتالي البرين هين وده اللارجي طب تعالى بقى هنا اللي هي الميديم سايز امبولس بص الفكرة هنا ايه راح ت مور بريفيرل شوية اتطرفت مش في النص هنا وراح تسدلك smaller branches of the pulmonary artery برانش زي ده كده خلاص راح تسده ايه المشكلة هنا يوم ايه لك لو كانت الرئة دي سليمة كويسة ممكن يحصل ايه شوية هيموريج كده على السريع transient hemorrhage لان اكيد هنا فيه شوية كامكابيلر يتسده فهيفرقعه فهيموريج بسيط يجي الفاجوس يأكل الدم ده وخلاص هيموريج وهيعدي هيموريج وهيعدي طب لو كانت الرئة اصلا congested او عندها chronic venous congestion يعني ايه بقى due to mitral stenosis او mitral stenosis or lift ventricle failure او lift heart failure طب ايه القصة بقى هنا ديه يحصل infarction هنا بقى في الحالة دي صح صح معايا نقول تاني الرئة بتعتمد في الغزا بتاعها mainly 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 على حاجة اسمها ايه bronchial artery اكبر خدعة ممكن تكون انت خدعتها في حياتك ان انت تكون فاكر ان البلموناري tronc هو اللي بيغزي الرئة تمام يما اللي بيغزيها bronchial artery حوالي 80-90% من الغزا بتاعها متوقف على مين على هذا bronchial artery حلو الكلام يا سيدي جميل ولكن في 10% ممكن ممكن في حالات الطوارئ داخدهم من bronchial artery ايه حالات الطوارئ لو bronchial artery الاكسوجين فيه بعافية شوية فاحنا البلموناري artery اللي هو في venus blood مفترض اللي هو في نسبة من الاكسوجين مش خالي من الاكسوجين تماما فممكن نسحب منه شوية اكسوجين ده لو تزنقنا ده كده لسان حال الرئة تقولك انا باخد ايه من البرونكيال artery ولكن اذا حصل المصيبة طوارئ بتاع ممكن ابقى ايه يعني اضطر امد ايدي للي اسوأ ولما اسوأ واخد شوية اكسوجين من البلموناري ترنج جميل يا عم جميل جميل جدا طب ازاي الحال بقى لو جه حصل ان اللي عندها مثلا الرئة دي الشخص ده اصلا عنده مشكلة ميترالستينوزيس ميترالستينوزيس يعني ايه يعني البلود اصلا الفالف ناسه مش مفتوح كويس وبالتالي البلود اللي بيتضخ برضو بعافية شوية لان الليفت فينتريكال فلير عنده يعني بيعاني خلاص وبالتالي برضو اكسوجينيشن البلود في الجسم كله الاكسوجينيشن بتاعه مش هو قليل شوية وبالتالي الاكسوجين فيه هيقل شوية فهنا بقى تيجي الرئة تمدق ديها لبين للبلموناري ترانك تلاقي مسدود هو كمان فالرئة هنا تزعل قوي وتعمل انفارشان اه ازا هنا الرئة لسانحالها تقولك رضينا بالهم والهم مرضيش بينا ازاي الكلام ده يا رئة قال لك والله البلموناري ترانك انا جيه تاخد منه لقيته مسدود والتاني البرونكل ده الاكسوجين فيه مش مكفيني اعمل ايه وربنا ما نلعبه وهنتحر يبقى ازا انفارشان هيحصل في هذا الجزء والحطة دي زي ما قلنا هي فيها تفسيرات اعلى واكبر من كده بكتير 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 ولكن يعني الحمد لله ايه ان احنا يعني ده اللي علينا يكفينا قوي احنا الكلام ده خلاص يبقى بنتكلم على او طبعا بنشكر الدكتور بلالة بوزيد لان هو ساعدني كتير الحطة دي حقيقة يعني الراجل اعطاني معلومات جامدة في الحكاية دي ربنا هكريمك لحاجة المهم الهيلسي لانج لو هنا حصل وكانت الرئة السليمة زي ما نقوله يبقى ازا هيحصل ترانزينت هيموريج ليه شوية كابيلة لكده هتتنفخ وهتفرقع لكن مفيش لان احنا لسه عندنا مصدر بنعتمد عليه اللي هو البرونكيال سليم الراجل ده سليم فالاكسوجين فيه كويس فبالتالي مش هيأثر لبالمونار يترانك لما يتسد زي ما اتفقنا ده المصدر ايه ما بنحتاجلوش غير في الطوارق وطالما البرونكيال هنا سليم فالطوارق مش موجودة فنفيش مشكلة ماشي لكن لو كانت المشكلة فيه فيه وعنده يعني ايه يعني الاكسوجينيشن في الدم كله ناقص والبرونكيال واحد من الناس اللي عندها ناقص في الاكسوجين تيجي الرئة تحتاج وتمدق ديها للي يسو وما يسواش اللي هو البالموناري تلاقيه مسدود فتقول رديد بالهم والهم مرضيش بيه والله الانتحر وما لكوش دعو بيه خلاص طيب لو كان معلش طوالنا في الحتة دي لان دي فيها غلاسة شوية نيجي بقى نكمل الملتيبل مينت امبولاي ان انت يحصل امبولاي صغيرة كده ايه فسفيس عاملة شبه ايه لما حضرتك تيجي تدرب رصاصة كده خرطوش فبيقولوا ان ايه بيطلع خرص بينتشر الخرص ده في كل حت هو ده ده اللي هو الرايش بتاع الخرطوش لما يتضرب بلغة المجرمين كده خلاص اذا شاورز اوف مينت امبولاي هتعمل ايه silent micro infox لان ايه صغيرة جدا فمش هتبقى يعني خلاص لكن اذا كررت ما تسقهاش بقى ما انفعش نكرر فيها كتير لان لو كررت هتتجمع على بعضها وهتبدأ تعمل ايه مش هتسد الفيسل يومن كله ولكن هتضيقه فتضيقه يعني هتزود الريزيستنس في الفيسل تزود الريزيستنس يعني تعمل ايه هايبرتينشن وبما اننا بتكلم في الليلة دي كلها في يبقى وبالتالي سبسيكوينتلي هيحصل رايت هارت فيلير ليه لان الريت هارت هارت فيلير هو اللي بيدخ الدم على البالمونير ترانك فالبالمونير ترانك فيه ريزيستنس عليها فحيعمل ايه هيتطر الريت هارت او الريت ذنتري كان انه هو يبقى في الاول عنده شيء من الهايبرتروفي يكبر شوية ولكن في وقت من الاوقات مش هيعرف يكبر على طول فبالتالي هيحصل له هارت فيلير خلاص الحالة دي بيسموها كور بالمونال خلاص طيب ادي الصورة وتكلمنا فيها بما فيه الكفاية نيجي لل بقى طبعا دي بتبقى جاية من بس بس دي في الهارت مش في الهير مش في الودان طبعا في الهارت هي غلطة مطبعية بس تمام اذا جاية من الهارت او من يعني المهم ان هي بتروح فين لأي حتة بقى للكيدني للبرين لأي حتة زي ما تيجي بقى خلاص لانها سيستيميك تمام طيب لما نيجي نتكلم على الهارت ممكن ايه اللي ممكن تحصل فيه الهارت ممكن تحصل الليفت هارت ثرومباي الليفت هارت ثرومباي اللي هي ممكن تبقى فيجة الفنتريكل مثلا الليفت فنتريكل لما تكلمنا عنها في المحاضرة او في الفيديو الاولاني الليفت فينتريكل يحصل فيه مشاكل اللي هي بنسموها ميورل ثرومباي في الليفت فينتريكل ممكن في الليفت اتريان برضو وممكن تحصل فين في الفالز نفسها تحصل فيجتيشن في الفالز ومما اني بتكلم عن فعندك الفالزين اللي على الشمال اللي هما الاورتك والمترال خلاص كده كلام دي مشاكل ايه او الثرومباي لفي الهارت اللي ممكن حتة منها تتقطع وتروح تعمل لسيستيمك إمبوليزم. تمام? ممكن الثرومباي زي ما اتفقنا اللي بتحصل في الأورطة زي ايه? يحصل آآ 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 آثيروس كوليروسوس وبالتالي الليجن في مكان معين من الأورطة يطلع بسرومباي. السرومباي تي ناخد منها حتة سغنطوطة تعمل لك سيستيمك إمبوليزم برضو. أنا كل ده بأتكلم عن الاسباب اللي ممكن تعمل systemic embolism تمام paradoxical thrompae بقى غريبة جدا الحكاية دي يا جماعة ان thrompae ماشية في venus blood طب ازاي بقى هي ماشية في venus blood لغاية ما راحت لل right atrium او right ventricle ومفترض الطبيعي انها هتتضخف بالموناري ترانك عشان تبقى زي ما هي فينس لا الغريب بقى انها لقيت ايه فتحة كده صغرة inter ventricular او inter atrial septal defect فتعدي على نحية الشمال وبالتالي تتضخ مع systemic circulation اذا الشخص اللي عنده الانوملي دي اللي خدناه في الامبريولوجي قبل كده سواء ال v s d ventricular septal defect او etrial septal defect a s d ده او ده بيبقى عنده ال paradoxical thrompae هتجيب له systemic embolai وربنا يشفيه نيجي نتكلم على effect of the systemic embolai الحقيقة هي طبعا زيها زي اي حاجة اتفقنا قبل كده دايما يا امه هتبقى نضيفة لو هي جاية من thrompae نضيفة وراحت وقفت في فيسل ملهوش anastomosis ومسدود يعني جات في حرسد هتعمل infarction من سوكات طب لو هي جاية من thrompae قذرة وملوثة هتضطر تعمل بايمك افسس خلاص دي بقى ده نيجي بقى للاير امبوليزم كلمتين عبط جدا اولا الاير امبوليزم يعني ايه يعني شوية الهوى وانا متفق معكم الاولى ان الامبوليزم هي اي حاجة ممكن تتخيلها في حياتك مجرد ما بتدوبش في الدم بس تبقى دي امبوليزم الهوى ممكن يسد طيب بتحصل ازاي في خمس حالات ممكن يحصل فيهم الاير امبوليزم هنلخصوا مع بعضينا كده اتنين ديورنج واتنين انجري وواحدة ديورنج ايه ممكن ديورنج الليبر او الابورشن واحدة بتولد وبالتالي ده حتة ممكن يخش من خلالها الهوى تمام ديورنج بلود او فليود انفيوجن لما بتشوف في الافلام واحد متعلق له محلول ييجي ايه دكتور كده ايه شرير رنجة هوا ويموت يبقى ماشي ممكن تمام اه انجري للشيست وول واحد خد اصابة دخل في دبابة ولا حاجة وبالتالي الشيست وول بتاعت فتح فدخل له هوا تمام ممكن واحد تاني عمل اه انجري للارج فين في النك يعني اه طبعا حاجة اكسترنال او انترنال الناس الكبيرة دي اتصابت فدخل هوا او ممكن اثناء نيومو طيب ما تفتكرش يعني انت وقف في صيدلية وعمال تدرب في الابرة وعمال تنزل في المحلول وعمال تبهدل في الدنيا عشان تطلع فقوعت هوا وتقول لي هي دي اللي هتموت العيان ما تفتكرش انك صح انت بتعمل حاجة غريبة عمال تدرب في السرينجة وتقول لي انا بفضي الهوا اللي فيها ما فيش الكلام دا انت محتاج خمسين لميت ميلي يعني او سي سي لكن ميلي خلاص اللي هو السي سي دي برضو بتساوي ميلي لتر يعني فانت محتاج خمسين لمية خلاص يعني ايه خمسين يعني عشر سرينجات خمسة سنتي هوا يا راجل يلي انت عامل عقلك بعقل فقوعة سيبها طيب المهم فالخمسين دول هما هما دولة اللي ممكن يعملوا مصيبة هيعملوا مصيبة ازاي الفكرة كلها ان هما هيروح يوصلوا الى الرايد فنتريكل هيسدوا البلوت فلو من الرايد فنتريكل للبلمونري ترنج عن طريق ايه هيعملولك انكمبريسابول اير كولان عمود من الهوا ما تقدرش بشتى الطرق انك تفسي خلاص تمام فبالتاني هيعمل سادن ديس او اكيوت في حاجة شائعة جدا الناس اللي كان عندها كيزيونس ديزيز وكيزيون ده مش اسمه عالم يا جماعة كيزيون ده معناها القفص اللي الناس بتعمل بيه الدايفرز او الغواصين اللي بيعملوا لحام تحت الماء وبتاع بيركبوا بيحطوهم في قفص زي ده ده كيزيونس ديزيز اتسمى او القصة كلها ايه القصة كلها ان حضرتك نورمالي وانت قاعد دلوقتي صفر اتموسفير ضغط الغلاف الجوي بس هو اللي عليك ده بيخليه لك نسبة معينة معينة من الغازات بتدوب في دم حضرتك نيتروجين والهليا مبتاع نسبة معينة تمام اذا انا نزلت بقى تحت في اعماق صحيقة والبرشير ده بقى عالي جدا فبلغة الكيميا بتاعت سانوية عامة هيعمل هيشتغل كعامل حفاز هيحفز مور اند مور امونت اوف دي جازس بدل ما انا بيدوب في جسمي جزء نيتروجين مثلا على سبيل المثال لا هيبقوا خمسة تمام هيدوبوا في جسمه حلو هيفضلوا خمسة دايبين في جسمي طول ما البرشير ده موجود انا بقى لو جيت رح ترافع البرشير ده بسرعة ورجعته تاني للنورمال يبقى الخمسة مش هيبقوا خمسة هيبقوا ايه هيرجعوا للطبيعي واحدة بس هتبقى دايبة واربعة هيرجعوا ايه غازات تاني هيرجعوا غازات في سورة غازات هما الاربعة دول الغازات طبعا الاربعة والخمسة والارقام دي ايه على سبيل التشبيه بس انا يعني مش هي الارقام مش كده فالاربعة دول هما اللي يعملوا لك عمود هوى وبالتالي يجيب المسألة دي طبعا ده ممكن يبقى بين شديد جدا وممكن يخش في كومة وفي ديس وفي رسبيرات وفيلير وحاجات مؤرفة جدا الحقيقة خلاص يبقى زي ما اتفقنا deep diving يعني high pressure ده هيخليلك الغازات اللي احنا نتكلم فيها هتزيد نسبة الازابة بتاعتها في جسمك لما تيجي تشيل الضغط ده فجأة هتلاقي الغازات اللي كانت دايبة هترجع غازات تاني هوى وهوا جوه جسمك تمام الفات امبوليزم بقى بسيط جدا مفيش مشكلة ده بيحصل في حالات وفيه فات ولو حصل كسر مثلا للبون مارو للفراكشر دي فالبون مارو الفات ده ممكن يطلع ويروح داخل في اي فين اللي هو بيكون traumatized او ruptured خلاص لانه اكتشل انت لما لقدر الله يعني بيحصل كسر اكيد في فين بيحصل فيه تروما فممكن يخش في مين الفات جلوبيولز تمشي تعمل لك نفس الكلام في الماسيف بيرنز انت عندك في الساب كيوتينيس تيشو في فات لو اتحرق هذا الساب كيوتينيس في تيشو الفات ده ممكن يخش برضو في المين تمام طيب ممكن تكون بالمونري ممكن تروح في البالمونري سيركوليشن وممكن تروح في سيستيمك مفيش اي مشكلة اخر حاجة امنيوتيك فليويد امبوليزم ازاي القصة دي منتقى البساطة ساعة الست ما بتولد او في فترة النفاس بوسط بارتان بريود بيكون عندها ايه لو حصل تير للبلاسينتال ميمبرين لو حصل تير للبلاسينتال ميمبرين واصبح اليوترين فينز او سيرفايكال فينز او الاتنين مع بعض تروماتايز او رابشرد ومن حصها سيع امنيوتيك في اليويد والكونتنت بتاعه استغل انه في رابشر في اليوترين او سيرفايكال فينز فرح دخل اصبح عندها الكنتنت بتاع الامنيوتيك فليود بتاع الطفل ماشي في الفينز بتاع المادر مشكلته ايه ما يمشي براحته وقال لك للأسف للأسف الامنيوتيك كنتنت ده مؤذي بيعمل ديسنيا يعني تنفس بل ساينوزيس تشوك ودي اي سي كلام ده مش في الكتاب باخر جملة دي ولكن عشان نفهم دي اي سي يعني ايه دي سيمينيتد تكلمنا فيها بلكده انترافاسكولر ها يبدأ ممكن يخليها تبقى في سيفير بليدينج كما شرحنا سابقا وإنسافيشنسي الحالة دي ممكن توصل للدس فيتل المسألة مش بسيطة قوي زي ما احنا فاكرين ولكن من رحمة ربنا ان الموضوع ده رير رير كومبليكيشن اوف دي ريبر مش كل واحدة بتولد بتبقى المسألة دي خطر عليه تمام طيب ازن سؤالين سريعا او سؤال كده كوني نتكلم فيه على دي اي سي حبيبنا الدي اي سي ده والله دي سيميناتد انترافاسكولار كواجيليشن اول اف دي فالوينج انا عايز كل اللي جاي ده بالنسبة له تروق معادة هاتلي الغالط اللي فيها فطبعا هو بيسبب انسافيشنسي اكيد للبريين وكيدني واخوته للجسم كله او للارجن اللي حصل فيه يعني ايبعنا صح كان لده سيفير بليدينج ايه رأيك لسه ايلنها كواجيليشن فاكتورز هتتسحب وايعمل بليم او كيرين امنيوتك امبوليز لسه ايلنها في المزر اللي كانت بتموت دي او كيرز ان اول بلوت فيسلز هل ده صح مستحيل طبعا بتحصل في الكابيلريس بس هل بتحصل في الفينز هل بتحصل في الارتريز لا السؤال البعض الو تفولوينج لتو سيستيميك امبولي ايكسبت خلاص ليفت هارت ثرومباي ولا فينس ثرومباي الى عندهم الخدعة كلها انك ممكن تتخامف كلمة فينس تقول لي سيستيميكو فينس دونت ميكس لا اقرأي الاخر فينس ثرومباي في فيه بيش انت عنده فين تريكلر سيبتال ديفكت اه دي بارادوكسي كالامبولاي صح سبب من اسباب اللي يعمل سيستيميك امبولاي خلاص والليفت هارت اكيد والثرومباي اللي جاية من الاورتكلي ايجن اللي هي اثيروس كولوروزوس تمام اما الفيمور الفين بقى ثرومباي فدي لي ما تنفعش لان دي بتدي ايه لو تفتكر ديب فين ثرومبوزوس ده بيطلع منه امبولاي بتروح تعمل بالموناري امبولاي شكرا يا ما